واقع اقتصادي مختلف تماما عن ذاك الذي كان متوقعا العام الماضي وهذا العام فرضه عدوان خليفة حفتر على العاصمة وإيقافه لصادرات النفط من موانئ الذهب الأسود الرئيسية في البلاد ولعلها كانت القشة التي قسمت ظهر البعير كما يقال فقبل إغلاق النفط تعجب كثيرون من صمود الاقتصاد الليبي رغم الاضطرابات الأمنية الشديدة في طرابلس إلا أن تعلقه المباشرة بدولارات الخام أبقاه مقاوما للعوامل الأخرى أما بعد تراجع إنتاج النفط من أكثر من مليون ومئتي ألف برميل إلى ما دون المئة ألف برميل يوميا وخفاض الإراد النفط من 33 مليار ونصف المليار دينار في 2018 و31 مليار عام 2019 إلى أقل من مليار دينار هذا العام حتى الآن فقد فرض على اقتصادنا الانحناء فها نحن نرى الإنفاق الحكومي بالعجز لأول مرة منذ ثلاث سنوات ونشهد تعطل الإنفاق على مشاريع التنمية واقتصاره على الاستهلاك فقط سواء في شكل مرتبات أو دعم أو نفقات تسيرية هذا إلى جانب ما يشكله تعثر إرادات النفط من خطر محدق بالاحتياط العام من النقد الأجنبي المهدد بالاستنزاف بعد أن سجل تعافيا من مستويات 65 مليار دولار عام 2017 إلى حوالي 73 مليار دولار مطلع العام الماضي أما مؤشرة التضخم فارتفعت من سالب 11% في يناير من العام الماضي إلى سالب 4.6% في مايو بعد عدوان حفتر ثم إلى سالب 7.3% في يونيو كما ورد في آخر تقرير للبصرف المركزي وتركزت زيادات الأسعار في كل من السكن والمحروقات والمواد الغذائية كما أدى تعطل الإصلاحات الاقتصادية التي اقتصرت على الجانب النقدي في شكل منحة أرباب الأسر والحوالات والاعتمادات المستنادية بسعر مفروض عليه ضريبة بنسبة 163% أدى تعطلها إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدنار في السوق الموازية من مستوى 4 دنانير قبل العدوان إلى مستوى اللامس الخمسة دنانير هذا العام كل ذلك فرض عاما قاسيا على الاقتصاد الوطني الذي كان يشق طريقه نحو إجراءات إصلاحية وجعل العنوان الأنسب للتعبير عن الاقتصاد في 365 يوما الماضية اقتصاد متعثر اشتركوا في القناة